نيكول كدمن مثلاً كانت عندك لابس فستان أرماني اختيار كان اختيار جيد لأنه نشوف جسمها قامتها نحيفة فبالنسبة من عند الخصر الفلو اللي كان محطوط كان معطيها حجم أنه نقسم لها جسمها بشكل حلو فإنه بدل ما تبين ضعيفة أعطاها بالعكس تخصيرة أعطاها حجم فكان اختيار موفق جداً واللون الرويل بلو يعني it's the perfect color للred carpet أدنا بعد صور ألين النعم طيب هذه شتوس فين أطلالتها كمان أطلالتها بالنسبة لي ما كانت أطلالة إنها مميزة بس ما فيها أي شيء غلط يعني كانت طلتها كلها على بعضها انسيابية حلوة الفستان كان بعضهم يعطيها حجم بالنسبة لحجم جسمها كان يعطيها شوية زيادة بس يعني زي ما تقولي كانت في السيف سايد ما حطت ما خطرت إنها تطلع بلوك مميز ولكنه مو غلط في نفس الوقت أعتقد العلال اليسار كارثة نوعاً من أنواع الكارثة يعني تحس اللوك مش متناسق حتى كسن أولاً it's not a red carpet look الكلفز الطويلة البانت يعني كألوان هي أوكي متناسقة بس كطلت red carpet تحسيها كانت شوية أوفر البساطة دائماً محور مرة حلوة طيب هي المخرجة ألين تقولي هي نفس الملابس ترتدتها بالخمسينات لما حصلت على جائزة الأوسكار يعني ممكن لهذا السبب يعني حتى ما في following the trend ومرات ممكن تكون شيء قديم عادل واحد ممكن يجدده بإطلالة غير يعني نلبس نفس القطع بس بطريقة غير بس لأ كانت غير معفقة شن نرأيت شبهاي عليها؟ سيمبل وأنيق طبعاً بالنسبة لنا إحنا كمجتمع عربي ممكن نشوفها إنها سيمبل بزيادة مثلاً رفعة الشعر بس بالنسبة للإنتروناشنال لوك فستانها كان حلو مرتب ناكلس لأنه كان الديكلتي مفتوح فالناكلس أعطت شوية فخامة أكثر للفستان رفعة الشعر كانت فيوي سيمبل والميكوب كمان إنه رد لبستيك أعطاها شوية إطلال أقوى وجريئة اشتركوا في القناة